فبحيث أن الدماغ البشري والجسم بصفة عموجة حتى الجهاز النفسي بتاع الإنسان بيميل إلى ظاهرة اسمها هوميوستيسيس هوميوستيسيس ده اللي هو إعادة التوازن كلما زادت جرعة السعادة في الدماغ يبتدي الجسم العقل أو المخ يبتدي يقلل تاني ويفرس حاجات كيميائية تعادل السعادة دي عشان ما تكونش مفرطة فيبتدي يخلي فيه ألم وبعدين بعد كده يوصل لمرحلة إن هو حالة الملل بقى أو اللي هو اللاشي ده بيفسر كمان فكرة إن أحيانا بعد إنجاز كبير أو مواقف سعيد إحنا أحيانا بنشعر بالإحباط ونبقى مستغربين إحنا ليه عندنا إحباط ده لإن حصل إفراز كبير جدا لكمية من الدوبامين والشعور بالسعادة فالعقل عايز يرجع لحالة الهوميوستيسيس دي فبيبتدي يقلل لك المستقبلات الدوبامين ويفرز لك مستقبلات ألم طيب بالنسبة للناس بقى اللي حديك بتقولي آه عندهم حاجات عايزين يعوضوها مش قادر يتحرك إمكانيات المادية ضعيفة عايز يحقق لنفسه شوية متعة إيه المشكلة؟ المشكلة إن إحنا ما بنقولش ما بندنش السوشال ميديا إحنا بندين سوء الاستخدام برضو فيه كتب كتير تكلمت عن يعني مثلا لما هنيجي نقترح بعد كده نقول طب إيه الحل لو فيه حد وصل لمرحلة إدمان السوشال ميديا إيه الحل؟ فيه كتب كتير تكتبت عن الحمية الرقمية بيقولوا عليها ديجيال دايت زي ما إحنا بالضبط لما بيحصل لنا حالة تعب في المعدة أو القولون أو ارتفاع في ضغط الدم بنروح للطبيق وقول لنا إيه؟ أنت محتاج حمية غذائية دلوقتي المعالج النفسي لما بيلاي حد مضمن ألعاب فيديو ألعاب كمبيوتر ألعاب استراتيجية الحاجات دي على فكرة بتسبب اكتئاب وتسبب عنف وبتسبب عصبية عزلة؟ وعزلة والإيجو النركسية التمركز حول الزيت تمام؟ فبيقول له أنت محتاج أن أنت تعمل حمية غذائية بدل ما يدلو أنتي دي بريزنت لأن طبعا كل الدراسات أثبتت أن إدمان السوشيال ميديا إحنا بنقولش السوشيال ميديا لكن بنقول إدمان السوشيال ميديا هو بيسبب الكتئاب ترجمة نانسي قنقر